خلي عندك دم شوي تزعالها وكمان ما تضيفهاش في بيتك أضيفه بإيه يا بابا؟ ما عندناش أي حاجة تشرب ويا دوبك تأخدها وتلحق وتنزله عشان تلحق النيل قبل ما يقف شايفي أمكل بيزعالي زي قم يا عالد قم هتلاعها عصير فراولة أنا عرفت مبارح إنها بتحب عصير الفراولة يا بابا أنا عايز أقول لحضرتك لإن قم يا عالد حاضر يا بابا بتعيط يا حبيبتي آه أنا عارف العيط بيري يا بابا ولا بتعيطوا على حاجة دي في السهوك يا بابا طب لعلمك بقى أنا معايتش كده من يوم متهاري الله يرحمه باباك ده لا ده الهامستر بتاعي آه أخوك يعني لا حول ولا قوتين لا بالله دي كانت حدثة عربية أخويا إيه بس بقول لحضرتك ده الهامستر بتاعي آه الهامستر إيه الهامستر ده اللي أزيزه ده حيوان ملوش أي لازمة في الكون يا بابا لا تفهم له هو أرنب ولا لفار حاجة بايخة كده يا حبيبي يا هاري أطعبينة الفتحة على روحه يا بابا نقرى الفتحة على حيوان المهمة النية ما شاء الله ما شاء الله مش كنت تقولوا إنكم هتقروا الفتحة حتى الواحد كان جاب في إيده حاجة بدل ما يدخل وإيده فاضيه الغريبة يا عبد العزيز ما بتضيعش وقت أبداً مراتك تسيب البيت من هنا وإنت تقرى الفتحة على ستة أمو فيونكات من هنا يا حماتي يا حماتي أنا مفيش أي حاجة بيني وبين أمو فيونكات ما تقول حاجة يا بابا آه طبعاً لازم أقول أنا مش حسكت أمو فيونكات دي لها اسمي تندي بيه شكراً يا بابا على المدخلة اللطيفة دي أنا مليش كلام معك إنت أنا بكلم عبد العزيز جوز بنتي اللي كل ما روح في حتة ألقى الأمورة معاه مفيش مرة دخلت عليك في البنك إلا ولقيتها معاك وادخل عليك في البيت ولقيتها معك برضا لا واللهي طب ما أنا كمان كل ما روح له في حتة ألقى إيكي معاه هل معنى كده أن أنا أقول إن في حاجة بينيك وبينه؟ اتنيل سكوت إنتي خالص مش نقصة تجويد هي لا أنا مش حق بلق إهانة دي تاني ولا أنا يلا يا كيمي أهو شفتي خرج مع بابا أهو عشان تبقي تسدقين آه طبعاً مش هتبقى مراتبنه يا ست مراتبنه إيه بس تعالي يا حماتي تعالي تفضل تفضل يا عودي بس يعني أنت عايزني أكدب عيني وأكدب وداني وأنا سمعاكم بتقروا الفتحة؟ كنتوا بتقروا الفتحة ولا لا؟ كنا بنقر الفتحة بس مش فتحتي أنا وكاميليا كنا بنقر الفتحة على الهامستر بتاعها اللي مات آه طب الفتحة وكتع الهامستر اللي مات والشرباط اللي في الكسات ده إيه رأخر أكدب عيني أثقعهم؟ يا حماتي ده مش شرباط بصي ده عصير فراولة بابا جايبه عشان كيمي بتحب الفراولة ده إيه حضرتك؟ اتفضلي وبعدين أنا ملقيتش أي كبايات في البيت نظيفة فحبت يعني أجامل يعني حطتها في الكسات مش أكتر أسمع كلامك أكدبك أشوف أمورك برضه أكدبك ألا المشكلة عندك أنت يا حماتي بقى في جهاز الاستقبال المشكلة عندي أنا في جهاز الاستقبال؟ ماشي يا زيزو أنا هروح دلوقتي على الاستقبال في البنك وهفضحك أنت وكاميليا دي فضحت اللحمة في السوق ليه بس يا حماتي ليه ده أنا يعني جز بنتك ده أنا زيزو حبيبك ما قول لو أنت زيزو جز بنتي حبيبي تسمع الكلام اللي هقوله لك أنا يا ستي من إيدك دي لإيدك دي خلاص النهاردة عمك دلوقتي هيكون رايح البنك عشان يقبض المعيش آه فعلا النهاردة أول شهر وكل أول شهر بيجي عندي في المكتب وإحنا نتنين بنشرب مع بعض قهوة حيل وإنت النهاردة مش في البنك تكلم أي حد من زميلك يقابله ويقنعه يسحب الفلوس من البنك وياخدها على البيت وبعد ما عبدو يودي الفلوس البيت أنت مالكش دعوة بأي حقاك أنت خارج الموضوع تماماً أيوه فكرة كويسة قاود يا حباتي أنا مستعد أعمل كل اللي أنت عايزها بس على شرط شرط إيه؟ الفلوس توصل عندك البيت ها؟ جميلة ترجع على بيتي يا سلام هي جميلة لها في الدنيا إلا بيتها وجوزها وولادها ربنا يخليك هماتي حاضر